الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدوره هنأ دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكتب إردوغان على منصة X بأنه يأمل في أن يعزز فوز ترامب العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية على حد وصفه كما دع ترامب لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من إسطنبول ينضم إلينا محمود علوش الخبير في العلاقات الدولية أهلا بك معنا على قناة ومنصة المشهد إذن وصول ترامب إلى البيت الأبيض سينعكس على ملفات سخنة كثيرة حول العالم أبدأ معك من تركيا والعلاقات مع أنقرة كيف ستبدو اليوم في ظل حديث إردوغان عن رغبة في التعاون مع ترامب؟ مساء الخير نستطيع أن نقول بأن فوز ترامب ربما شكل خبر سار بالنسبة لتركيا لمجموعة من الاعتبارات الاعتبار الأول أن ولاية الرئيس ترامب بين عامي 2016 و2020 شهدت بعض التقدم الإيجابي في العلاقات رغم أنه بدأت هذه العلاقة بشكل متوتق للغاية على أزمة القص برنسون في عام 2017 لكن فيما بعد استطاع بلدان أن يعملان في بعض القضايا الرئيسية لذلك المسألة التاملة في الوحدات الكردية في سوريا بالإضافة إلى العلاقة الشخصية القوية التي أقامها الرئيس إردوغان مع الرئيس ترامب الحقيقة الأخرى أو العامل الآخر هو أن العلاقات بين التركية مع الولايات المتحدة في ظل الإدارات الديمقراطية كانت تميل بشكل كبير أن التوتر بقدر أكبر من الاستقرار وهذا ما يمكن ملاحظاته من خلال فترة الرئيس نجو بايدر رغم أن التوترات كانت منخافضة لكن أيضا خلال فترة الرئيس أوباما كانت التوترات عالية بين تركيا وواشنطن وبالتالي الافتراض التركي بأن فوز هارس بهذه الانتخابات كان سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات على مستوى العلاقات التركية الأمريكية لأعتبار الآخر أيضا أنه خلال فترة الرئيس ترامب بين 2016 و2020 أبدى الرئيس ترامب تقدير لقيمة الشراكة مع تركيا زى استقبل الرئيس إردوغان في البيت الأبيض وهذا ما لم يفعله على الإطلاق الرئيس جو بايدر وبالتالي حتى هذا الجانب يبدو مهم جدا في تشكيل علاقات تركيا الأمريكية وأنا أعتقد أنه اليوم في السنوات الأربع المقبلة من ولاية الرئيس ترامب ربما يساعدت العلاقة على المستوى الشخصي مع الرئيس إردوغان فيه ربما معالج بلق القضايا أو على الأقل إدارة القضايا الخلافية بشكل أفضل مما كان عليه الوضع خلال فترة الرئيس جو بايدر مع ذلك هناك مجموعة من الحقائق المهمة التي سيتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقييم تأثير عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض على العلاقات التركية الأمريكية على رأسها أن القضايا الخلافية التي تواجه العلاقات التركية الأمريكية هي قضايا عميقة ولم يتم حلها حتى في فترة الرئيس ترامب لم تتم معالجة معظم هذه القضايا وإن كان هناك بعض التقدم على سبيل المثال مسألة الوحدات الكردية كان هناك بعض التقدم في هذه القضية من خلال التفاهم أو الصدقة التي أبرمتها أنقرة وواشنطن في عام 2019 لكن عمليا لازالت مدف الوحدات الكردية لازال يعمل كقضية خلافية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لكن بالتأكيد اليوم أي تقدم في هذه القضية يقف بشكل أساسي على مستقبل السياسة الأمريكية في سوريا في حال كان الرئيس ترامب لديه رغبة أو سيتجه نحو الانسحاب العسكري من سوريا ربما عندها نكون أمام انخراجة في هذه القضية لكن بطبيعة الحال حتى في عام 2019 كان الرئيس ترامب يشكك على الدوام بمسالة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا حتى أنه قام بتخفيض الوجود العسكري الأمريكي في سوريا إلى تسمية جندي تقريبا مع ذلك لم يستطع رئيس ترامب أن ينهي هذا الوجود لاعتبارات متعددة ومضر في الغالب إلى الضغط الذي تعرض عليه من وزارة التفاعل الأمريكية على أنه كان عقض أمام تحقيق الانسحاب من سوريا وبالتالي أستطيع أن أفترض بأنه رغم أن الرئيس ترامب لا يميل إلى البقاء في سوريا لكن بالتأكيد قرار الانسحاب تتداخل في مجموعة من العوامل حتى لو كان الرئيس سوريا للانسحاب لا يستطيع أن يتخذ قرار الانسحاب ببساطة الأمر الآخر المهم جدا على مستوى القضية الروسية لأن مسألة روسيا عادة ما تشكل أحد الديناميكيات أو أحد الديناميكيات كالعلاقات التركية الأمريكية الأفتراض أنه اليوم الرئيس ترامب سيتبنى نهج أقل عدوانية تجاه روسيا مقارنة برئيس بايدن أو بكامالا هاريس وبالتالي هذا الأمر سيساعد تركيا في الحد من تكاليف مواصلة علاقتها مع روسيا على علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العوامل نستطيع أن نقول بأن فوز ترامب ربما يؤدي إلى وضع جديد في العلاقات التركية الأمريكية لكن بالتأكيد ينبغي أن تكون الرهينات على أن تكون ولاية جديدة لترامب فرصة للتقدم كبير في العلاقات ينبغي أن تكون الرهينات واقعية نعم تحدثت عن العلاقات مع تركيا مع روسيا كذلك في سوريا ماذا عن العلاقات مع الصين باعتقادي كيف ستبدو مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض خاصة وأنها أعلنت بأنها تأمل في التعايش السلمي مع واشنطن يعني في الواقع بالنسبة للصين هناك منافسة كبيرة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهذه المنافسة لديها عدد أشكال منها ما هو مرتبط بالصراع على تايوان لكن بشكل أكبر هناك منافسة على الزعامة العالمية والبعض الاقتصادي في هذه المنافسة يظهر بشكل كبير علينا أن ننسى بأن ترامب هو من دشم حقة الحرب التجارية مع الصين والميول الاقتصادية للرئيس ترامب ربما تؤدي إلى إعادة تأجيج أو إشعال الصراع والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أنا تغديري أن مسألة الصين هي مسألة أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو مسألة المنافسة مع الصين ولن تتأثر بشكل كبير باختلاف الرئيس أو بحوية الرئيس الذي سيدير البيت الأبيل لذلك نستطيع أن نتوقع بأنه خلال سنوات أربعة أو خلال ولاية جديدة من عهد الرئيس ترامب ستكون التوترات مع الصين محور السياسة الخارجية الأمريكية الأمريكية سنشهد نوع أو سنشهد نمط جديد من المنافسة التجارية والاقتصادية ستبقى المخاطر المتعلقة بتايوان قائمة إلى حد كبير لكن سيتعين على رئيس ترامب أن يتخذ قرار كيف سيدير السياسة الخارجية مع الصين في لحظة اضطراب عالمي كبير اليوم تواجه المولايات المتحدة الأمريكية تحديات عالمية غير مسبوقة حتى منذ نهاية الحرب الباردة وستطيع أن أقول حتى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى هناك اليوم مجموعة أو محور يتشكل في العالم هدفه واضح وهو تحدي العيمن الغربي أنا تحدث عن الصين واضح دهاما الوقت شكرا لك من اسطنبول محمود علوش الخبير في العلاقات الدولية محمود علوش الخبير في العلاقات الدولية